الانتخابات المحلية قد حطت رحالها في نهايات الختام بعد أن أعلنت النتائج النهائية وهذه أكثر انتخابات كثرة حولها الجدل المحتدم والنقاش إلى حدود غير مسبوقة في كل شبكات التواصل الاجتماعي وفي الإعلام وفي الحوارات التلفزيونية المقاطعون وقد انتهت القصة عند هذه الحدود الآن يناقشون الفكرة التي طرحوها يقفون عند أخطائها وإيجابياتها أسبابها ومسبباتها الفائزون الآن يهيشون نشوة النصر وينشغلون أو سوف ينشغلون بالتحالفات السياسية الجديدة لتشكيل الحكومات المحلية بين هذا وبين ذاك هناك أشياء يجب أن تراجع ويجب أن يقربها ويجب أن توضع على طاولة النقاش بالنسبة للذين سيذهبون لتشكيل الحكومات المحلية وهم ذاتهم الذين كانوا بالأمس هل ستنتهي بهم محطات الفشل السابقة بكل تفصيلاتها وعناوينها وانتماءاتها إلى هذا الحد ليبدأوا بصناعة مشهد وحكومات محلية قائمة على النزاهة والشرف وتقديم الخدمة الحقيقية خصوصا أن هناك موازنات مالية ضخمة أم ستعود حليمة إلى عادتها القديمة الزعين الكتلة الذي لديه ولا هو الذي يجب أن يتقدم لأن هذه فرصة لهذه القوى أن تثبت وجودها في السلطة لأنه عندما تعود الآن لتقيم النتائج خلال عشرات السنين في محافظات الوسط والجنوب وحتى في المحافظات الغربية وتقارن المستلم بالمنجز تكاد أن لا تجد شيئا متناسبا وأن وجدته فهو شيء قليل ذلك السؤال هؤلاء أيضا كانوا من تلك القوى وكانوا من تلك الأحزاب لماذا فشلوا إذن قضية تصدير الفشل وبناء خدمة حقيقية بالمراهنة على وعي الناس الذي بدأ يكبر ويحاسب هل ستكون هي الماثلة والحقيقة في بناء تحالفات سياسية في الحكومات المحلية أم ستكون مصالح الأحزاب هي المقدسة كما في المراحل السابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر